وزارة زراعة تعلن عن تحقق الاكتفاء الذاتي من أربعة محاصيل زراعية سنويا مؤكدة أن البلد أقبلت على تصدير هذه المحاصيل بالإضافة إلى تصدير منتجات زراعية غير الخضر في مواسم الحصاد هناك فائض في عدد من محاصيل ومتحقق ويصدر إلى عدد من الدول المجاورة سيما دول الخليج العربي وتركيا أيضا بعض البلدان الأخرى أيضا على سبيل الذكر مثل الطماطم، البطاطة، البصل، الخيار، التمور الأعلاف عندنا بمختلف مسمياتها تصدر بكميات كبيرة جدا إلى خارج العراق أيضا بعض الحيوانات تصدر الطيور بالذات وفضلا عن ذلك حتى الفواكه الرمان تصدرنا كميات أيضا وقد خصصت وزارة الزراعة منهجا اقتصاديا يعتمد على تطوير الانتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمضي قدما لتوفير الموارد الطبيعية والخضروات في بغدادة والمحافظات هناك توجه كبير ومن دول جوار ومن دول غربية للاستثمار بقطاع الزراع العراقي لا سيما بعد ان شهدت محافظاتنا العزيزة كالسماء ومثلا انتاج وفير في المحاصيل الستراتيجية وكذلك في المشاريع التكميلية لا سيما في مشاريع العتبة الحسينية والعتبة العباسية ودعما لملف الزراعة وتطويرها قد اشرفت الحكومة بشكل مباشر على استلام الفلاحين لمستحقاتهم المالية خلال أيام تسويق محاصيلهم في ذات الوقت فانها تتوجه نحو تطوير المواسم الزراعية وزيادة مساحتها ودعم الفلاحين بآلية متكاملة من بغداد صابرين كاليم العراقية الإخبارية